نتحول الآن مشاهدين الكرام إلى مؤتمر صحفي لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا بون ديرلاين نتابع ونعود إنها حقا ملهمة بالنسبة إلينا جميعا نحن نرحب بذراعين مفتوحين مفتوحتين لكل أولئك الذين يفرون من قنابل بوتين وأنا أتوقع بأن أوروبا ستقدم لهم كل ترحيب نحن نبذل كل الجهود وكل يورو لدعم دول شرق أوروبا لتصدف وترحب بهؤلاء اللاجئين سنفعل هذا في تضامن تام ومع هذا أدعو الآن السيد بوريل ليعطي كلمته شكرا سيدة الرئيسة كما قلت نحن الآن في حرب التي طبعا تحدث بالقرب من حدودنا الحرب هي ضد حدود أوكرانيا الرئيس بوتين يضرب سيادة دولة أوكرانيا وشعبها ما نراه هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وهناك العديد من البنية التحتية المدنية التي دمرت فبوتين يضرب القانون الإنساني عرض الحائط ويقتلون المدنيين الأبرياء ولكن القوات الأوكرانية تقاتلوا بضراوة وتظهر شجاعة وصمودا غير مسبوقة الشعب والجيش يحاربون معا هذا الغازي ولكن الغازي أو كما يقال حرب بوتين حرب بوتين ليست ضد أوكرانيا فقط علينا أن نفهم خطورة الوضع بالنسبة إلينا نحن الأوروبيين وللأمن الدولي فبعد الظهر الرئيس بوتين قال بأنه سيضع قوة الردع النووية في حالة تأهب عال طبعا من المهم أن نقول بأن القوى النووية لروسيا قد وضعت في حالة تأهب عال وكان هناك مؤتمر عاقته مع مجموعة السبع وزراء الخارجية وانضم إلينا الوزير كوليبة الذي قال لنا أو أعلمنا بشأن التطورات الأخيرة على الأرض وعن الحاجات الملحة لأوكرانيا وقلت له بكل وضوح لقد جئت الأسبوع الماضي وطالبت سويفت والأسلحة والآن نحن نقدم لكم الأمرين نحن نفعل كل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا نقف مع الشعب الأوكراني بطريقة عملية في بعد ساعة سأجتمع لربع مرة في هذا الأسبوع مع الوزراء الخارجية الأوروبيين لاجتماع استثنائي حتى نسمع إلى سيد كوليبة ونرى مطالبة واليوم سأقترح باستعمال المنشآت السلمية للدعم العاجل حتى نقدم مواد فتاكة للجيش الأوكراني والبنزين والألبس الواقية والأدوية الطبية والأدوية وغيرها وطبعا مع هذا فالاتحاد الأوروبي لا يقدم أسلحة في الحرب ولكن نعم نحن نفعل لأن هذه الحرب تتطلب انخراطنا حتى ندعم الجيش الأوكراني ولأننا نعيش في أوقات غير مسبوقة كما حين جاء كوفيد 19 فإننا نواجه هذه الحرب وطبعا هذا لن ينتهي هنا إنها أول مرة في تاريخنا الاتحاد الأوروبي سيقدم أسلحة فتاكة إلى دولة ثالثة وأيضا نقلت أوامر للموظفين العسكريين بأن يضعوا آلية للتنسيق للرد على الإسجابة للجيش الأوكراني حتى نرد بطريقة فعالة مع الدول الأعضاء لحاجة الجيش الأوكراني وسيد كوليبا كما قلت ما طالبه اليوم نحن نقدم أيضا الدول الأعضاء السبع والعشرون كلها تقف معا وكما قالت السيدة فندر لاين وضعت أسسا حتى يكون هناك تطبيق سريع للإجراءات وسيدة سيدة فندر لاين سيكون هناك إعلان أيضا عن نقوبات اقتصادية سويفت البنك المركزي وأيضا سنضع أيضا قائمة أخرى ضد الأثرية الروس سنستهدف النخبة في نظام بوتين الذين ينتفعون ماليا من هذا كما أننا سنعزز إجراءاتنا ضد روسيا بلا روسيا عفوا التي سهلت الهجوم الروسي ضد أوكرانيا ومع هذه الإجراءات فنصف احتياطي البنك المركزي لروسيا سيتم تجميده أيضا العديد من الدول الآن تعلن عن إغلاق أجوائها أمام الطائرات الروسية وطبعا سيكون هناك مقاربة مشتركة بيننا لفعل ذلك وأخيرا المعلومات المضللة لأن بوتين لا يريد أن يحتل فقط الأرض يريد أن يحتل أرواح الناس وعقولهم من هذه الأخبار السامة والمضللة الكريملين وأتباعهم يشنون حملة تضليلية في أوكرانيا وفي جوارنا وحتى في الاتحاد الأوروبي نفسه ولقد كنا نكافح هذه المعلومات المضللة منذ الفين وخمسة عشر وبقوة خاصة والاتحاد الأوروبي حيث هناك مركز أو منصة التي أدعو الآن كلكم لزيارتها الآن نتخذ خطوة حاسمة لنواجه المعلومات المضللة التي تنشرها روسيا في أوروبا بحظر روسيا اليوم وسبوتنك من نشر البث في الاتحاد الأوروبي نحن نقتل الأفعى من رأسها كما أننا نستمر في العمل بنشاط في أوكرانيا وفي جوارنا لمواجهة محاولة تغيير الحقائق وزرع الشقاق ودعيني فقط أنهي سيدة الرئيسة بالتشديد على أننا سنستمر في التنسيق مع الحكومة الأوكرانية ودول الجوار ونفعل ما في وسعنا لتقديم كل الدعم الضروري والمطلوب لشعب الأوكراني ولنضع حدا لهذه الحرب التي ليس لها معنا شكرا إذن مشاهدين الكرام كنا نتابع مع حضراتكم المؤتمر الصحفي لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندر لاين وهذا المؤتمر كان حول الأزمة الأوكرانية وتداعيات وتطورات هذه الأزمة وموقف الاتحاد الأوروبي منها سياسيا واقتصاديا شكرا شكرا